ترجمة نانسي قنقر تبدو عليكم سعادة بنان أصبح صائد سمك الماهر عزيزي بنان السيد نادر سياتي لسرقة سراتك إذا لم تخفي أثناء لعبك ماذا؟ السيد نادر سوف نعم لذا عليك يا بنان أن تخبئ سرتك تعال قبل غروب الشمس إلى البيت يا بنان حاضر يا ماما لقد تفاجأت عندما سمعت بأن نادر يسرق السرة أصحيح يا ترى؟ هذه هي الحقيقة والدتي لا تكذب أصجقك أين السيد نادر يا ترى؟ في مكان ما في الجو أعرف ذلك ولكن أين؟ في أي مكان؟ لا حاجة بك لمعرفة مكانه أريد أن أرى السيد نادر لأسأله عن صحة ذلك يا بنان هاوو؟ تذكرت والدي أعلم ذلك هاو آه هاو انتظر هاوه هاوه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بأن نادر يسرق السرة هاها هناك انظر هناك يا سنان نادر يطير بين الغيوم دائما لا عجب عندما يسمونه طائر الرعد ولدي هل صحيح بأن نادر يسرق السرة يقال بأنه يسرق السرة ولكن لم أرى ذلك أبدا يا ولدي ماذا حدث لك يا سنان لا يهم إنه سر هيا بنا سر ثانية ماذا يمكن أن يكون عند الأطفال من أسرار أنا الآن مرتاح جدا يا سنان لماذا أنت مرتاح الآن إني مرتاح لأنني عرفت بأن نادر يطير دائما بين الغيوم ونادرا ما ينزل إلى الأرض ليسرق السرة ولكنه يختبق بين الغيوم يا بنان آه 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 إني مرتاح لأنني عرفت بأن نادر يطير دائما بين الغيوم ونادرا ما ينزل إلى الأرض ليسرق السرة أنا الآن مرتاح بنان يجب أن أتعرف على نادر في كل الأحوال آه 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 ثقة لذلك لديّ فكّة رائعة ما الذي تفعله يا سنان؟ سترون ذلك قريبا ماذا يفعل؟ ها؟ ألم تنتهي بعدو يا سنان؟ هيا هذا يا سنان هذه أجنحة ليس كذلك؟ نعم أجنحة هل تريد أن تطير بها؟ نعم سأطير بهذه الأجنحة وألثقي بطائر الرعد نادر سنان والآن سأعمل تجربة للتأكد من سلامتها إني أشك في إمكانية طيرانك بهذه الأجنحة حسن سأعمل تجربة وسترى بعينيك يا بنان أوه شنان شنان استرس شنان شنان كلا سيطير بوق الصخرة الصخرة سأطير الآن أبا أنا أطير أطير يهو شنان يطير في الأعالي حظا سعيدا يا شنان أطير كيف أطير شنان هذا ليس ما كنت أتوقعه شنان 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 مثير سلي أن لا تقتل شنان شنان هذا ليس ما كنت أتوقعه شنان سأذهب لإنقاذه لقد حدث ذلك بسبب ذكر والدتي لقصة طائر الرعد انتظر سأذهب لأنني أحسن السباحة أفضل منك سينال سينال يجب أن أخذ بنظر الاعتبار المقيس ماذا حدث لكم جميعا؟ لماذا ضربتني؟ لماذا؟ قل سينال لماذا حول إيقافي؟ سأضع حدا له لماذا؟ أنت العنيد يا سينال 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 أنا آسف جدا لقد ضربتك بدون سبب عندما طرت فوق الصغرق قلقت عليه لالا كانت تبكي عليك ميمي هذه هي الحقيقة يا لالا أكنك عن تضربني إذا شئ إني آسف عذروني أنا المسؤول كنتم قلقين بسببي إني آسف جدا آسف لا يهم إنك منصح الكثير يا سينال لنفكر سويا فيما إذا كان سينال مصرا على رؤية طائر الرعد نادر وكيفية الوصول إليه دون أن تكون هناك مخاطر حسنا إذا كان سينال مصرا لا بأس من التفكير بالموضوع شكرا لكم إنه طائر الرعد ها هيا لنا بإلى البيت بسرعة يجب أن تكون حاذرا نعم مصيبة لو سرق نادر السرة هل صحيح أن نادر يسرق السرة يا زعبور بالطبع لقد حدثه إن ذلك جدي والدي ما هذا الصوت لقد سقط السيد نادر يا سينال سقط السيد نادر آه أروا بنشاط أجمل شيء بعد المطر الريح الغربية وسطوع الشمس آه ماذا بكم أيها الصغار إننا خائفون لقد قلت بأن طائر الرعد قد سقط أنا قلت ذلك نعم يا أبي أنت قلت بأن طائر الرعد سقط بالخرب من هنا نعم سقط هنا قبل مدة طويلة في غابتنا سقطت العديد من الشهب والنيازك قبل ولادتك في غابتنا سقطت العديد من الشهب والنيازك تعرف أين سقط سيد نادر انطلاقا من مصدر الصوت سقط في الجنوب ها في الجنوب ولكن الجنوب كبير نعم سقط هنا قبل مدة طويلة آم يا سينال عندما تشاهد الأشجار الباسقة وقد صعقت وفقدت نصفها الفوق ستجده بسهولة آه سيد نادر سقط منذ وقت طويل ها أليس جبالك مسرًا؟ هل أنت بخير يا سيد زعبور؟ لماذا؟ أقصد سرتك أنت غبي يا ساسور أنا شخصياً لم أصدق بأن سيد نادر يسرق السرة ها ولكن أنا قلت لك ذلك لتكون متيقظاً فعلاً يجب أن نكون حذرين بما فيه الكفاية عند حدوثي شيء هل أنت بخير يا سيد زعبور؟ يا 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 أصدق لقد خبتني يا ورغبي هيا أصدق أصدق هيا 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 نبدو أنه لم يسقطونا يا بنا كلا فليست هنا أشجار عالية ومصابة هيا هنا هيا اصبعها اصبعها اهيه 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 اه انظروا هناك ماذا هذا يا للعجب ها ها نقدر تحت الآن ماذا تقصد ليست هناك حاجة للطيران لمشاهدة السيد نادر حقا ليست هناك حاجة للطيران إنه بالتأكيد في مكان ما هنا سيد نادر أرجوك إذا كنت بالقرب من هنا أريد أن أسألك سؤالا سيد نادر سيد نادر سيد نادر لقد تعفت لقد رحل السيد نادر كما كنت أتوقع اوه يا لحظنا لنأد إلى البيت هيا يا سنان هيا بنا يا سنان كنت أعتقد بأني سوف أراه اليوم انتظر 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 على هنا سيد نادر سيد نادر هل تسرق حقا أنت سرق؟ طبعا انتظر إلى هذه سرقة السرر هوايتي هذه السرر سرقتها من مجموعة الحيوانات بالغابة وسأسرق جميع سرر الحيوانات التي تعيش في غابتك هل صدقت الآن بأنني أسرق السرر؟ ها 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 he اجول أجول أرجوك دعوه أرجوك لا جدوى من رفضك يمكنك أن تنقذ سرقتك إذا قدمت شيئا تضاوى آمام الشجرة وفهم تفهم سيد نادر سيد نادر هذا أمر لا يحتمل سأخبر الجميع بذلك انتظر لابنان سينان يجب أن تقدم الهدية أحيا بسعة اسمعوني أردني هل أكبرك نادر حقا بأنه يريد جميع سرارنا؟ هل سيسرق سرارنا حقا؟ اوه يا على الغباء اوه يا بنام ايه بنام سوصل أوسانهك إذا كنت تتكلم كذبا ما هي الحقيقة قال هنادر نفسه انا اعتقد ان اقذوبة يا بنام انت على حق يا زعبور ايه إذا سرق سرتك فهذا ليس من شأن يا زعبور مهم لا بد وأنه قد حلم بذلك اوه كلا 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 في الحقيقة أنا لا أصدقه تظروا تظروا شيء الذي يقوله بنان صحيح انظروا إلي يا زمان اوه 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 هل ستدفع الهدية؟ هذا ابتزاز ولكن سيدفع شأن الشأن الآخرين انت على حق يا بنام فعلان انت على حق يا بنام لقد رأيت ذلك الآن وبعيني انت تعترف بذلك يا زعبور يره من مصادفة عجيبة ولكن سوف اريك يا بنام ما لم تشاهد في حياتك كلها هذا صحيح يا بداع يا له من شخص احمر انا لا اتفق معك يا سينان لابد ان في الامر سرا بالضبط يا دكتور يا للعجل يبدو انهم يصدقون ذلك ايضا نعم يا دكتور نعمان ولكن ماذا سنفعل الآن انها لمشكلة صعبة يجب علينا ان نفكر بها طويلا حتى نجد لها حلا صحيحا حصل لقد وجدت الحل وما هو كيف تريد ان نجد لهم حلا الاست انت الذي تقول يجب ان يكتشف الحقيقة بانفسهم يا رحمون حصل حصل يا دكتور اذا لندع سنان يفكر ويكتشف الحل بنفسه ايضا هذه هديتي لك يا سيد نادر ارجو ان تقبلها وأنا ايضا أعطيت ما لدي من طعام يا سيد نادر وأنا كذلك ولكن اين سنان يتورى الآن سف ولا يأتي أبدا كيف تقول ذلك يا شرشور او انا عاف اياك ان تعود اي نذهب الى البيت قبل ان تسرق سرالنا ايضا يا لالك هيا بنا سأذهب يا والدي ولكن سأذهب لأراه وأطلب منه مغادرة المكان وعدم أخذ سرر حيوانات الغابة لأن الأطفال يا أبي أصبحوا جميعا خائفين نعم جميعهم أصبحوا خائفين يا والدي جيد يا سنان اذهب حالا كثير كثير جدا كثير كثير جدا إني شاكر لجميع سكان الغابة الآن يمكنوني أن أحيا حياة سعيدة سيد نادر هل جئت إلى هنا لتطلب مني سريقة سرتك؟ سرتي لها السيد نادر عندي ما أقوله لك ما تقوله لي؟ أرجوك غادر هذه الغابة بأسرع وقت ممكن ماذا؟ أنت تطلب مني مغادرة الغابة؟ جميع أطفال الغابة خائفون بسببك أرجوك غادر كان يجب أن أفكر بذلك لا أستطيع نسيان هذا الطعام شرشور هذه ليست سرر وإنما جوز شرشور إذن أنت نادر نعم أعزنني انتظروا لي يا شرشور أرجوك سامحني كانت أذكى كذبتي من شرشور أليس كذلك؟ فعلاً لقد خدعني أنا أيضاً أنا أنا آسف لم أكن أتصور بأنك سوف تخدع وأيضاً يا سيدي اسمعي يا شرشور أطلب المعذرة من الجميع إني آسف لن أكررها ثانية زعبور فرفور أرجو أن تصفح عني لن أصفح عنك أبداً ولا أنا أيضاً أبداً لماذا لم تستشرنا يا شرشور ربي لو كنت تعاونت معنا لكان المشروع ناجحاً وستطعنا أن نحصل على المزيد أنا الملومة لأني قلت بأن نادر سيسرق السرر كلا لقد تعلم الأطفال كثيراً أليس كذلك يا دكتور رحمان بالفعل يا رحمون لقد تعلموا الكثير والحقيقة هي أن الطائر الضعب نادر لا وجود له سوى في القصص الخيالية والحقيقة إن على الأطفال أن يغطوا سررهم كي لا يمرضوا هذا صحيح انظروا هذه خير شهادة أنا كنت أشك في حقيقة كون طائر الرعد يسرق السرر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة 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 المشاهدة شكراً للمشاهدة 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 المشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة